وإلى الأعياد القبطية كل عام وحضراتكم بال في خير قدم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومفت الديار المصرية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيام المجيد بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية رحب قداسة البابا توادروس الثاني بزيارة الدكتور أحمد الطيب والدكتور شوقي علام والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع الحاضرين لافتا إلى أن القيامة تمثل الأمل والرجاء في حياة الإنسان من جانبه أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن سعادته بالتواجد بالكاتد رأي المرقصية للتهنئة بالعيد مؤكدا على الجذور والرسالة والتحديات المشتركة بين المصريين جميعا